السؤال اللي وصلنا بيقول لو سمحت يا شيخ لما ساعات بقعد مع نفسي بفكر في المعاصي وابقى عارف اني بغضب ربنا وبرجع استغفر اعمل ايه علشان اتغلب على هوا نفسي الطريقة دي في التفكير طريقة السير في طريق الوسواس طب ايه اللي بيحصل هتلاقي نفسك الامارة بالسوق بتقولك ايه افتكري المعاصية دي لو انت اصدك ان انا ببتكر المعاصية فبعملها او كانت المعاصية دي معاصية بتتعلق بالتفكير فبتجرك الى الوقوع في المعاصية فنفسك بتقولك ايه بتقولك ان تذكر المعاصية بس مش هيعمل مش هيوقعك في المعاصية فها بتجرك بتوسوسلك حتى توقعك في المعاصية ولذلك شوف التعبير القرآن بيقول ايه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوسه في صدور الناس من الجنة والناس شوف اسمه يوسوس وسوسة وعندنا لما المقاطع بتتكرر بتقول إن في حركة وإن في تكرار فأنت لازم تنتبه تنتبه إن نفسك هتأخذك وتحطك على باب المعصية ومش هتتركك هتفضل تكرر عليك وذلك الرجل بيقول إن ابتليت بأربع ما سلته علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فلذلك أنت لازم ببساطة خالص لما تبتدي نفسك تقول لك تعال نتذكر المعصية لازم يبقى عندك شوية إجراءات أنا منصحك فيه إجراءات كلامية وفيه إجراءات تتعلق بترتيب حياتك الإجراءات الكلامية عليك أن تبحث عن أكثر ذكر يجعل قلبك يتيقظ لأن دي لحظة غفلة لحظة غفلة ولذلك بيقول سيد بنعطاء الله السكندري ملتفت ولا يصل أنت كده تلتفت فمش هتوصل مش هيحصل لك الوصل بالله فأنت التفت فلابد أن أنت تعود ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأنت لازم يبقى عندك ذكر الذكر ده أكثر ذكر أنت ترى يحرك قلبك وتستشعر فيه معية الله إيبا هو طب وإذا ما كانش عندك عليك خلاص صل على حظة النبي صلى الله عليه وسلم ليه لقوله صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له أجعل لك صلاتي كلها بعد ما قال له أجعل لك ثلثة نصفها كلها فحظة النبي قال له إيه إذن كفيت همك ووقيت هتكفى همك والله سبحانه وتعالى يقيق فإن دي إيه من الوقاية اللي أنت فيه ده تحتاج إلى إيه إلى الوقاية فتقي نفسك بإيه بالصلاة على حظة النبي وفي الأحوال اللي زي دي أقل عدد تصلي على حظة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يحصلش ده مائة مرة فتصلي على حظة النبي مائة مرة حتى تجد النار اللي بتشتعل في نفسك فتأخذك لتذكر المعصية اللي حاصل أبدلك الله سبحانه وتعالى بردا في نفسك وعايزين نفتكر بقى إن حظة النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جاله وطلب منه إنه يرخص له في الزنا حظة النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في ماذا في إطفاء نار الشهوة فالعلماء أخذوا من ده إن حظرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره يكون له سر في الدني في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يباشر أصحاب المعاصي وعند انتقاله أيضا بالصلاة عليه وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أجعل لك صلاتي كلها كان بيفتح البابل هنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرد نيران الشهوة فكان يبرد نيران الشهوة بوضع يده على صدر العاصي ويبرد صلى الله عليه وسلم النيران الشهوة في برزخه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يبقى تعمل إيه؟ يبقى تبحث عن أكثر ذكر وتعمل إيه بقى الإجراء التاني؟ إجراء مهم جدا جدا أن تغير حالك لما تيجي تفكر في المعاصية رسول الله أرشادنا إن الإنسان لما يغضب يغير حاله ده مش بس في الغضب في كل الأشياء كل المشاعر التي تجلب الوقوع في المعاصي فتغير حالك تغير حالك يعني إيه؟ تفعل عملا يجعل هذا الفراغ الذي من أجله أنت تفكر في المعاصية يملأ هذا الفراغ بعمل يفتح لك باب الإيه؟ باب الاتزان يعني تروح تقرأ تروح تعمل شيء تقضي أمرا تأخر تروح عامل الكلام ده مع الوقت تجد إن هذا انصرف عنك والله سبحانه وتعالى جعل ده مددا لك